السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهار ده بإذن الله هعمل معاكم الكفتة المشوية في البيت من غير ما نحتاج لفرن أو شوية الفحم هنعملها على البتجاز من فوق وفي دقايق هتحضروها وهتبقى أحلى كمان من اللي بتشتروها من عند الحادي وهقول لكم كمان على الخطوات اللي تنجح معاكم الكفتة والإضافات اللي هنضفها لها علشان تخليها متماسكة وما تفكش ولا تكش كمان وحجمها يفضل زي ما هو بجدة هتاكلوا أحلى كفتة مشوية وهعمل معاها صلطة التحينة كمان هنبدأ بقى في تحضرها عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة عليه نسبة دهون 50 جرام يعني بحجم البيضة كده علشان كيلو اللحمة المفروم صافي من الدهون بيحتاج 100 جرام من الدهون ويا ريت كمان ما نزودش الدهون عن كده علشان الكفتة ما تكشش وحجمها يقل احنا محتاجين الدهون بس علشان تدي طعم حلو للكفتة وتخليها طرية ومش نشفة هحتاج كمان بصلة صغيرة احنا مش محتاجين بصل كتير الكفتة ما بتحبش البصل الكتير لكن اللحم العصاجة عادي بنضيف بصل كتير بيديله طعم حلو ربع كباية من البقصمات معلقة صغيرة من البيكنج بودر علشان تخلي الكفتة هشة ومش مكتومة معانا هنضيف كمان معلقة كبيرة من النشا دي هتساعد ان حجم صبوع الكفتة يفضل زي ما هو وما يكشش ومعلقة صغيرة من الملح و3 اربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ما بحبش اضيف بهارات كتير وتوابل على الكفتة علشان طعمها يبقى ظاهر كده ولو حابين تضيفه نص معلقة صغيرة من السبع بهارات عليها ضيفوها وعندي كمان معلقتين من البقدونس واخد الورق بس يكونوا مفرومين ناعم اللي حب يضيفهم زي ما تحبوا بيضي ناكها كده حلوة للكفتة واخر حاجة معلقة كبيرة من الزيت اول حاجة جبت الكابة وقطعت البصلة وهنزل بيها كده عايزة فرومها الاول وانزل عليها بنص فنجان من المياه علشان يساعد ان البصل يتفرم كويس قوي بعد ما فرمتها بقت بالشكل ده نعمة كده بعد كده بقى هصفي البصل من ميته انا عايزة تفل البصل بس علشان الكفتة ما بقاش فيها اي سوائل وما تفكش دي المياه اللي نزلت من البصل هسيبها بقى على جنب علشان استخدمها بعد كده في تسوية الكفتة بعد كده هرجع البصلة الصغيرة اللي احنا فرمناها للكفة تاني وانزل باللحمة المفرومة وانزل بالمعلقتين من البقدونس المفرومين الورق بس وربع كباية من البقسمات النعم وحط المعلقة الصغيرة من الملح وثلاث تربع المعلقة الصغيرة من الفلفل الاسود والمعلقة الكبيرة من النشا والمعلقة الصغيرة من البكنج بودر والمعلقة الكبيرة من الزيت علشان كل المكونات كده تندمج مع بعض هفرمهم بقى فرم ناعم بعد بقى ما فرمتها ما تنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلكو كل فيديوهات الجديدة بعد كده بقى همسك بقى كده اللحمة واضعكها كويس قوي كده بإيدي أحاول نعم فيها كده بتبقى بالشكل ده كده نعم قوي وخيوط اللحمة بتظهر معايا هغطيها وحطها في التلاجة ربع ساعة علشان بعد كده اشتغل فيها بعد كده هكون مجهزة الأعواد الخشبية اللي أنا هصبحها عليها أنا نقعها في المية نص ساعة علشان لما اجي حطها على النار ما تتحرقش ومعلقتين زيت كده علشان نصبح بيهم الكفتة همسح إيدي بقى مسحة من الزيت كده واخد جزء من الكفتة واجيب العدين من الخشب ولو هتعملوها في طاصة ممكن تصبحوها على إيد معلقة عادي بنقفل كده كويس ونحاول نعمل تجزيعات كده بصبعنا ونمشي كويس كده كده تمام بقى بالشكل ده هنعمل واحد كمان لو مفيش كبة وحابين تعملوا الكفتة ممكن برضو تخلوا الجزار يفرم لكم اللحمة والشين وتبشروا البصلة بالمبشرة وبعد كده تصفوها من ميتها وتعجلوا الكفتة كويس قوي بقديكم لحد ما الخيوط تظهر فيها وهتطلع أحلى كفتة كمان هضغط كده بصبعي وعمل تجزيعات بالشكل ده كده هكمل أنا بقى بقى الكمية كلها بعد بقى ما شكلتها دخلها التلاجة لمدة نص ساعة لو مستعجلين حطوها في الفريزر عشر دقايق وبعد كده بقى ابدأوا سووها بعد كده هجيب الجريل اللي أنا هشتغل عليه وسخنه كويس قوي لأول وبعد ما يسخن على نار عالية هجيب معلقة من الزيت كده وبالفرشة همسح عليها بعد ما تكون الكفتة تشمعت في التلاجة والجريل سخن على نار عالية قوي ننزل بالكفتة وما ننزلش بالكمية كلها علشان الكفتة ما تنزلش أي مية منها أنا عايزها تتحمر من كل الجوانب لو مش موجود جريل ممكن تستخدمه طصة ما بتلزقش وتشيلوا كل الأعواد الخشبية وبرضو هتطلع نفس النتيجة أول ما تاخد لون من تحت هبدأ أقلب بقى علشان الناحية التانية تاخد لون هي كمان أهم حاجة النار تكون عالية أخدت لون كويس كده من تحت هقلب التانية لسه شوية لما تاخد لون هقلبها بفضل أقلب فيها كده لحد ما تاخد لون كويس قوي من كل الجوانب وتبقى متحمرة بقت بالشكل ده كده هبدأ بقى أشيلها من على الجريل هي كده لسه ما استويتش بس أنا اديتها لون وديتها صدمة بصوا معايا ما نزلتش خالص من على السيخ بعد كده هنزل بباقي الكفتة تاني علشان أحمر باقي الكمية وديها لون برضو هستنى عليها لحد ما تاخد لون من تحت وقلبها يا كمان بعد ما الكفتة تحمرت واخدت لون هنزل بقى بالكفتة اللي احنا حمرناها قبل كده هحطها معايا أهم حاجة النار تكون عالية هنلاحظ إن الكفتة ما نزلتش أي مية منها هتحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها وما بتبقاش نشفة بعد كده هرش رشة ملح صغيرة على الكفتة ورشة فلفل اسود وبعد كده هنزل بشوية مية البصل اللي نزله من البصلة بعد ما عصرناها كويس علشان الكفتة تكمل سواها في شوية المية دي وهدي بقى عليها النار واقفل بقى عليها الغطة واسيبها تستوي لمدة عشر دقايق لحد ما تكون استود بعد خمس دقايق كده هرفع الغطة وابدأ قلب الكفتة للناحية التانية بالشكل ده كده لو حابين يبقى فيه صوس كده للكفتة ممكن تزودوا كوباية مية بتدي برضو طعم حلو قوي الكفتة كده بعد ما تستوي بيبقى فيها صوس زي ما تحبوا كده قلبت الكفتة كلها اغطي عليها تاني واسيبها خمس دقايق لحد ما تستوي بعد بقى ما الكفتة استوت هقفل عليها النار وكون مجهزة فحمة ومسخنها كويس على النار ودي ورقة فويل حطتها فيها وهنزل بقى بمعلقة من الزيت عليها واقفل عليها علشان تاخد الكفتة ريحة الشوي بالزبط هنجهز بقى سلطة الطحينة عندي 3-4 كباية من الطحينة وفنجان من المية الدافية هبدأ كده خفف بقى الطحينة وقلب بالشوكة كده هنلاحظ كل ما ننزل بالمية الطحينة بتتقل هزود بقى مية وقلب لحد ما قوام الطحينة يتزبط وما بقىش تقيل كل ما بقلب القوام بينعم بقت بالشكل ده كده القوام ده كده مظبوط هنزل بمعلقتين كبار من الخل الخل بيتقلها تاني بيخليها مظبوطة ومعلقتين من عصير اللمون وهنزل بنص معلقة صغيرة من الملح والكمون والفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من التوم البدرة اللي يحب يحط فص توم مهروس يحطه بس أنا بحط التوم البدرة عاملاه في البيت ريحته حلوة جدا جدا مختلف تماما عن اللي بنشتريه من بره هحط كمان رشة من الشطة عليها لو حابين وقلب بقى كله كده مع بعضه كده تكون صلط التحينة جاهزة علشان نقدمها مع الكفتة قوام حلوة قوي كده مظبوط وبتبقى حلوة قوي مع الكفتة المشوية هنقدم بقى الكفتة بصوا بقى معي جميلة ازاي طعم وريحة روعة انا قطعت بقدونس وهرص علي الكفتة البقدونس بيمتص اي دهون نازلة من الكفتة مفيد جدا كمان بيخرج السموم من الجسم وكمان فيه مضادات اكسادة عالية جدا حطوا بقى على السلطة او حطوا جنب الاكل بيبقى مفيد قوي هنشوف بقى الكفتة مع بعض ادي شكلها شوينها بكل سهولة من غير ما نحتاج شوية الفحم وبجد طلع طعمها روعة كأنكم بالضبط شوينها برا وأحلى كمان هقطحها بقى لشان تشوفوها مستوية كويس وطرية من جوة وريحة الشوية فيها ظهر قوي كأنكم بالضبط عملينها على الشواية بتاعت الفحم ان شاء الله لما تجربوها تعجبكم جدا جدا تقدموا بقى معاها الصلطة البلدي اللي انا اعملتها معاكم قبل كده في فيديو اللي بتتقدم مع المشويات وصلطة الطحينة والعيش البلدي ممكن كمان تعملوا معها مكرونة زي ما تحبوا او رز بسمتي يا رب اكون افدتكم ولو اعجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته